كلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر نبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ركزت على مواقف دولة الكويت الواضحة إزاء القضايا والملفات المطروحة لأسيما الأزمة السورية والوضع في اليمن ممثل سمو أمير البلاد أكد حرصت دولة الكويت على الاتزام بالتعهدات والمساهمات التي تعلن عنها في المؤتمرات الدولية تجاه المساعدات الإنسانية في التقرير التالي إضاءة على أبرز ما جاء في كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الإرهاب والوضع في سوريا ومواضيع شتى تطرق لها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة دولة الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين وأكد ممثل سمو أمير البلاد متابعة الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس وما وصلت إليه الأوضاع من تدهور خطير في الوضع الإنساني في كافة أنحاء سوريا في ظل تدهور الخطير للوضع الإنساني الذي أدى إلى تشريد 13 مليون سوري في الداخل والخارج وبعد أن تجاوز عدد القتلى أكثر من 250 ألف شخص ليصبح شعب سوريا أكبر مجتمعا للاجئين في العالم كلمة الكويت أكدت أن الإرهاب ظاهرة بغضة ومجابهته مسؤولية دولية لا تستطيع دولة بمفردها مجابهته أن الكويت تجدد موقفها المبدئي الثابت في إدانة الأعمال الأرهابية بكافة أشكالها وصورها ورفضها التعم لكافة أعمال العنف والتطرف التي لا تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية فحسب إنما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية والقيم الحضارية والإنسانية ممثل سمو أمير البلاد أكد على حرص الكويت على التزاماتها بتزديد كافة المساهمات التي أعلنت عنها وتعهدتها في المؤتمرات الدولية معلنا لإفتخار دولة الكويت باعتلائها المرتبة الأولى بين الدول في تقديمها للمساعدات الإنسانية أما بشأن اليمن فأوضح سموه الدعم الكامل للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق المرجعيات المتفق عليها ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن إشهادته بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا تمهد لعقد محادثات سياسية ما بين الأطراف السورية ممثل سمو أمير البلاد تحدث عن الأراضي المحتلة في كلمته مطالبا مجلس الأمن بتحقيق الشرعية للمواطن الفلسطيني مؤكدا على استضافة دولة الكويت لمؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني لتسليط الضوء على الاحتلال الإسرائيلي واختتم حديثه شاكرا الأعضاء في مجموعة آسيا لاعتماد ترشيح الكويت لعضوية مجلس الأمن للفترة 2018-2019 ترأى ساء النابل أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك على همشي أعمال الدورة الحديث والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها الحالية واستعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في كلمة له خلال الاجتماع التحديات والصعوبات التي وتواجهها الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الإرهاب والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق واليمن مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تلك التحديات ترجمة نانسي قنقر